فافة تيفي فافة تيفي وصليت وسلمت ورحمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد الله إن هذه هي الخطبة الثالثة من سلسلة الخطب المتعلقة بالفروق الجوهرية بين النظام الإسلامي والديمقراطي ونحن جميعا عرفنا أن هذه الأيام يستقبل فيها عيد الأضحى المبارك وكان من المتوقع أن تنصب الخطب حوله ولكن تم الحياد عن ذلك لكثرة البرامج المتعلقة في ذلك عبر الإذاعات والتلفزيونات والشبكات الاجتماعية ولغربة الخطب المتعلقة بهذا الموضوع والدروس الدينية المتعلقة بهذا الموضوع تم اختياره لإزالة الشبهات التي حولها لأن الكثير من المسلمين ظنوا أن هذا الموضوع ليس من الدين في شيء وهو جوهر الدين واللبه والخطبة اليوم ستتعلق بموضوع كلمة السيادة فكثيراً ما نسمع استعمالها في المحافل السياسية والقانونية اليوم فما مفهومها وهذا ما سوف توضحها القطبة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أيها الإخوة إن قيام الدولة بأركانها الثلاث الشعب والإقليم والسلطة يتميز بأمرين أساسيين الأول السخصية القانونية الاعتبارية والأمر الثاني كون السلطة ذات سيادة والسيادة هي أساس التفرقة بين دار الحرب ودار الإسلام وذلك هو السبب في ضرورة تعريفها وإلقاء الضوء حول نشأتها في المذاهب السياسية الغربية أولاً ثم في الدين الإسلامية الثانية والسيادة استلاحاً هي السلطة العليا المطلقة التي تفردت وحدها بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال والسيادة بمفهومها هذا مرت بظروف تاريخية عديدة ففي عهد الممالك كان السائد أن الملك أو الحاكم يملك حق السيادة بمفرده ثم انتقلت في القرون الوسطى إلى رجال الكنيسة فكانت سنداً ودعم للكنيسة في السيطرة على السلطة ثم انتقلت إلى الفرنسيين ليصوغوا منها نظرية السيادة في القرن الخامس عشر تقريباً في أثناء الصراع بين الملكية الفرنسية في العصور الوسطى لتحقيق استقلالها القارجي في مواجهة سلطة البابا وارتبطت فكرة السيادة بالفكر اليوناني عرسطو عام سلاسمائة واثنين وثمانين قبل الميلاد أي قبل ميلاد نبي الله موسى عليه السلام ثم ارتبطت أخيراً بالمفكر الفرنسي جامب ودي الذي أخرج كتابه أو كتبه الستة للجمهورية والتي تضمنت نظرية السيادة عام 1577 وفي 26 أغسطس عام 1879 صدر إعلان حقوق الإنسان التي نص على أن السيادة للأمة وغير قابلة للانقسام لا يمكن التنازل عنها فأصبحت سلطة الحاكم مستمدة من الشعب وظهرت طبعاً لتلك الفكرة الرقابة السياسية والقضائية لتصرفات السلطة التنفيذية وأصبحت هذه الرقابة للشعب وقد قرر ميثاق الأمم المتحدة مبدأ المساواة في السيادة فيما يبدو للناس بأن تكون كل دولة متساوية من حيث التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات مع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة بغض النظر عن أصلها ومساحتها وشكل حكومتها بغض النظر عن مساحتها وشكل حكومتها وأصالتها إلا أن الدول الخمسة العظمى احتفظت لنفسها بسلطات نقدت كافة تلك المبادئ لأنها احتفظت لنفسها فقط فكرة ما يسمى بالنقد أي بحق البيتو ذلك هو عين الدكتاتورية التي تجددت في أروقة منظمة الأمم المتحدة أيها الأخوة لا داعي للإطالة بالعربية سوف نقتصر إنساء الله بهذا القدر من العربية لكي نتمكن من سره القدة باللهجة المحلية هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم صل وصل وبارك على نبينا محمد وعلى آله فا فا تي في